وحتى هو رحمة الله عليه كان محب للإعلام قوي يعني فاكر مرة دخل على مدام وفاء قطعنا لسه بقى طبعا يعني ما دخلش التعليق أساسا حتى فكانت هي مسكة البرامج الرياضية فبتوزع فكان فيه بطولة الجمهورية أو بطولة دولية للجنباز فدخل بقول لي يا مدام وفاء قطلوا يا كابتن قال لها انت بطولة النهاردة فتحت جنباز موديها فين قطلوا موديها كابتن فلان قال لها ليه ما أنا موجود قال لها ليه ما أنا موجود قال لها هوبا سامر سلد جميلة كان يحب قوي في موجود استمرار يحب يبقى موجود دايما في الصور ما يحب شي بقيت قابل عن الإعلام كان محب قوي للشاشة رحمة الله عليه والعيبة بتشعلط وكل اللي فيه شعلطة جامدة في الملعب صبت كابتن بكر كان يعني بسيط كان له ضحكة يعني حتى ما يجي يجون يوم داحك بدل مثلا يوم عالب بالتعليق زي ما احنا مثلا بنقنا يضحك والناس تضحك معاه يقول الجايما عنده جملة يقول لك لسه داخل دلوقتي وبيشرب الشاي في البلكونة وداخل القودة عشان يتفرج دلوقتي النتيجة مش عارف كام كام وكان بسيط وبعين ان يفضح كل اللي معاه على فكرة الاعداد ما جاب ليش الورق وانا بقول فلان وفلان وفلان على فكرة المونتور قطع والمهندس الفلاني ما كده يفضحهم كله